الرئيس السيسي يتدخل بقوة بعد غلاء الاسعار بهدية جديدة للشعب المصري بننشر التفاصيل وتحذير من التموين لكل المصريين توجهوا للمكاتب قبل 25 مارس ننشر التفاصيل وعاجل الحكومة المصرية تكشف عن وضع مغزون القمح لنهاية العام وعاجل الجيش المصري يعلن تمكنه من صناعة منتج عسكري جديد ظهر في السعودي وللأسف تفاصيل ارتفاع أسعار أشهر أكلة شعبية في مصر وعاجلة كشف عن مفاجآت في قضية طبيب الكركمين في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في قناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار الجديدة أول بأول عاوزين نوصل في هذا الفيديو الأكتر من ألفين أعجبني أو لايك وقبل ما نبدأ في الأخبار عاوزين نذرق التعليقات بكمة تحيا مصر زي ما متعودين في كل فيديو نبدأ مع بعض في تفاصيل أو الخبر مهم معنا تحذير من التموين لكل المصريين توجهوا للمكاتب قبل 25 مارس وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية إرسال رسائل تحذيرية للمواطنين من خلال بون صرف الخبز بضرورة التوجه إلى مكاتب التموين قبل 25 مارس الحالي نصت رسالة وزارة التموين التي دونتها للمواطنين في بونات صرف الخبز على ما يلي برجاء التوجه إلى مكتب التموين لإثبات الأجر الشامل للدخل قبل 25 مارس الحالي وقالت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية إن الرسالة تظهر في الوقت الحالي لمن يتقاضون مرتبات حكومية مرتفعة أشارت إلى أن هذه الفئة عليهم التقدم بمستند رسمي بمفردات المرتب حال عدم تقاضيهم رواتب عالية أشارت المصادر إلى أن كل شخص ظهرت له الرسالة ولم يتوجه إلى مكتب التموين بالمستند المطلوب سيتم التعامل معه وفق محددات الدعم المنصوص عليها المصادر لفتت إلى أن الرسائل ستظهر فقط لمن لديه مرتب حكومي مرتفع وأشارت أنه ممكن تظهر رسائل أخرى بمحددات دعم مختلفة حسب خطة الوزارة في هذا الشأن المصدر معانا كامل صحيفة نصراوي ويجب على من ظهرت لهم الرسالة في البون اللي أنت بتستلمه حضرتك مع الخبز لازم حضرتك تتوجه لأقرب مكتب تموين لحضرتك وتسجل البيانات لو مرتبك عالي لو حضرتك موظف حكومي ومرتبك عالي يجب أن أنت تذهب إلى أقرب مكتب تموين لحضرتك وتثبت لهم الدخل أترك لحضرتكم التعليق على هذا خبر المصدر معانا كان من مصر ومعانا خبر آخر وخبر يعني أنا شايفه مهم جدا والرئيس سيسي بيتدخل بقوة بعد غلاء الأسعار بهدية جديدة للشعب المصري وأعلنت مؤسسة حياة كريمة إطلاق قافلة غذائية مكونة من 200 ألف صندوق مواد غذائية بالتعاون مع شركة صافي لتوزيعهم على المواطنين الأكثر استحقاقا بجميع قرى ومراكز محافظة الغربية المؤسسة أفادت في بيان بأن قافلة بدأت من مركز زيفتي بمحافظة الغربية بإرسال 12 شاحنة تحتوي كل منها على 2000 كرتونة مواد غذائية بإجمال 24 ألف كرتونة إلى جانب إرسال 6 شاحنات لمركز سمنوت بإجمال 12 ألف كرتونة ليتم توزيعهم على المستحقين بالإضافة لست شاحنات تحمل 12 ألف كرتونة لمركز قطور وأشارت حياة كريمة إلى إطلاق ست شاحنات تحمل 12 ألف كرتونة مواد غذائية في طريقهم لمركز باسيون المصدر معنا كان من صحيفة مصراوي وأترك لحضاركم التعليق على هذا الخبر وأعتقد بكل بساطة أن هذه المبادرة من حياة كريمة مش هتقتصر فقط على محافظة الغربية بل هتتوسع لباقي محافظات مصر أترك لحضاركم التعليق وننتقل مع بعض لخبر آخر مهم معنا وعاجل الحكومة المصرية بتكشف عن وضع مغزون القمح لنهاية العام كشفت وزارة المالية المصرية أن المغزون الاستراتيجي من القمح بيكفي احتياجات مصر حتى نهاية هذا العام أشارت إلى أن موسم الحصاد المحلي بيبدأ منتصف إبريل المقبل وقال وزير المالية الدكتور محمد أن الحكومة المصرية حريصة على التحمل الأزمة أو الموجة التضخمية العالمية الناتجة عن الأزمة الأوكرانية مع المواطنين وذلك لتخفيف العبء عنهم موضحا أن المغزون الاستراتيجي من القمح بيكفي احتياجاتنا حتى نهاية العام قاصة أن موسم الحصاد المحلي يبدأ منتصف إبريل المقبل وأضاف الدكتور محمد وزير المالية المصري في لقاؤه مع فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة أن الدولة حريصة على استمرار تدفق السائحين من مختلف الوجهات إلى مصر وذلك في أعقاب ما يحدث الآن وحركة السياحة العالمية والأزمة الحالية المصدر معنا كان من صحيفة القاهرة 24 وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر وننتقل مع بعض في خبر آخر في متاهة الأهمية وعاجل الجيش المصري بيعلن تمكنه من صناعة منتج عسكري جديد ظهر في السعودية وزير الإنتاج الحربي النصري اللواء محمد أحمد مرسي أعلن أن مصر نجحت في صناعة الصلب المضرع الذي تم عرضه في معرض الدفاع العالمي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وأضاف الأستاذ محمد أحمد مرسي خلال لقاؤه مع الإعلامي مصطفى بكري أن القيادة السياسية وجهت بامتلاك الصلب المضرع حتى لا تتوقف الصناعة في الدول العربية أو غيرها أشار إلى أن جودة المنتج عالية والكثير من الصناعة تعاقدوا مع مصر بشأنه والقاهرة بتطمح في تصديره وفتح أسواق جديدة إقليميا وعالميا ووضح أن الصناعة العربية بتتطور من خلال التعاون والتكامل مع الدول الأوروبية والأسيوية واحترام التكنولوجيا الحديثة وهو ما تفعله مصر من خلال تعزيز التعاون مع كوريا مشيلا إلى أنه ستكون هناك خطوات جدية في الأيام المقبلة بشأن الصناعات المختلفة المصدر معنا كان من أخبار اليوم أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام العاجل وأنا أتمنى يعني لمصر المزيد من التقدم وخصوصا في هذه الأزمة الحالية اللي هو إن شاء الله ندعي ربنا وتعدي على خير ننتقل مع بعض الخبر يعني مش هتحبوه وللأسف تفاصيل ارتفاع أسعار أشهر أكلة شعبية في مصر ارتفعت أسعار إحدى أبرز الأكلات الشعبية المصرية على خلفية ارتفاع أسعار الكثير من السلع والمنتجات وزادت أسعار الكشري تزامنا مع ارتفاع أسعار مكوناته مثل الأرز والمعكرونة والعدس والحمص والزيت وبعض المكونات الأخرى بنسب متفاوتة وهو ما أثر بشكل كبير في المواطنين الذين يلجأون للكشري باعتبار وجبة شعبية رخيصة السعر ومفيدة ومتوفرة بكثرة فلا تخلو شوارع مصر من مطعم كشري أو أكثر وارتفع سعر طبق الكشري بمقدار يتراوح بين 2 ل 4 جنيه للطبق الواحد وارتفع سعر طاجن المكارونة بزيادة الواحد بين 4 و 6 جنيه تقريبا للطبق الواحد وارتفع سعر طبق الكشري في أحد مطاعم الدق الشهيرة بمتواصل 3 جنيه إذ ارتفع سعر الحجم الصغير من 18 جنيه وارتفع حجم الطبق الوسط من 10 ل 12 جنيه وارتفع سعر الطبق الكيميل الحجم من 12 ل 13 جنيه فيما ارتفعت أسعار الطواجن التي تعد المكارونة المكون الأساسي فيها وارتفع سعر طاجن الفراخ من 20 ل 24 جنيه وسعر طاجن اللحمة من 18 ل 22 جنيه وفي منطقة العباسية حيث يوجد أحد مطاعم الكشري الشهيرة الذي يمتلك سلسلة من المحال في مناطق عدة في القاهرة الكبرى ارتفع سعر الكشري حجم الصغير من 7 ل 10 جنيه واللوكس من 8 ل 12 جنيه وارتفع السوبر من 10 ل 15 جنيه كما ارتفعت أسعار الطواجن من 17 ل 20 جنيه واللحم ارتفع من 15 ل 18 جنيه والكبدة من 15 ل 18 جنيه وقد ارتفعت أسعار أكثرية المواد الغذائية الداخلة في تكوين طبق الكشري وتم رصد أسعارها في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وجاءت أسعارها كالتالي سعر كيلو الحمص 30 جنيه وكيلو العدس الأصفر بيتراوح بين 20 و 24 جنيه وكيلو الرز بيتراوح بين 10 ل 14 جنيه وارتفعت أسعار المكارونات من 4 ل 6 جنيه والبصل الأبيض 3 جنيه 75 قرش والبصل الأحمر ب4 جنيه والطماطم بسعر 5 جنيه ونصف المصدر معانا كان من القاير 24 وRT وربنا ربي عدي هذه الأزمة على خير وطبعا كلنا شاينين هم الراجل البسيط اللي يعني لما يدور على أكلة شبعه بيروح لأي محل كشري ويطلب طبق كشري ولكن يعني بسبب الأزمة الحالية العالمية وبكل صراحة الحكومة المصرية يعني ملهاش أي دخل في زيادة هذه الأسعار وزي ما قلت لحضراتكم هذه بزيادة الأزمة العالمية نضيف عليها يعني استغلال التجار أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر ويكتب لنا في التعليقات تحت يعني أسعار أطباق الكشري في منطقتك يعني أسعارها بتتراضح من كام لكام وهل في جشع من التجار أو استغلال من التجار لهذه الأزمة الحالية أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر بننتيل مع بعض الخبر آخر وعاجل أكشف عن مفاجآت في قضية طبيب الكوركومين كشفت التحقيقات في حادثة طبيب الكوركومين عن مفاجآت في اتهامه ببيع عدوية مخالفة ومستحضرات تجميل ومستلزمات طبية كشفت التحقيقات أن المتهم كان يبيع هذه المنتجات رغم عدم صدور قرار من وزير الصحة أو أي جهة معنية أخرى بتداولها كما لم يصدر أي قرار بفتح مكتب المدعو أحمد أبو النصر للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية كما أوضحت التحقيقات أن المتهم غسل أكثر من 50 مليون جنيه حصيلة نشاطه في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم علاجهم وجاء قرار محكمة أقاهرة الاقتصادية في ثاني جلسات محاكمة طبيب كوركومين بتهمة بيع مواد طبية مجهولة المصدر ومخالفة الاشتراطات الصحية بحجز القضية للحكم بجلسة 29 مارس الحالي ليوثار التساؤل حول مصير طبيب الكوركومين وأكدت مواد القانون للمتهم في هذه الحالة أمام ثلاث سيناريوهات أول هما القضاء بحبسه المدة التي تقررها المحكمة أو القضاء بتغريم المتهم فقط دون حكم بالحبس أو الجمع بينهما وآخرهما القضاء ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه كشفت التحقيقاتنا المتهم أحمد أبو النصر أنشأه وأضار صفحات بمواقع السوشيال ميديا ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص واستعماله وسائل نشر من شأنها يعني خل الجمهور يعتقدوا أنه طبيب فعلا وبيبيع هذه الأشياء بكل ثقة وأنه بيزاول مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها وانتحاله لنفسه للقب طبيب فضلا عن ارتكاب المتهم الآخر تلك الأشياء بدون تصريح وجنح أخرى المصدر معنا كان من صحيفة أخبار اليوم وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر هذا هو يعني مصير طبيب الكوركومين أترك لكم التعليق على هذا الخبر ويجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار أتمنى تكون خفيفة على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحكم مصري ميديا أي بي على فيسبوك وعلى يوتيوب بنفس الاسم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته